نحن الآن في جدة تاريخية في البلد في أحد المتاحف المتخصصة في أدوات الضيافة المستخدمة في القرن الماضي كثير من القطع الموجودة في المتحف يعود تاريخ استخدامها في منطقة جدة ومنطقة مكة المكرمة عموما إلى القرن الماضي كانت تستخدم العديد من أدوات الضيافة الموجودة الآن وللحديث أكثر عنها ينضم إلي الآن الأستاذ أحمد الشريف أحد أكبر المهتمين بالتراث وخصوصا التراث تراث هذه المنطقة نرحب فيك أستاذ أحمد هلو مرحبا في برنامج ديرتنا لو تعطينا فكرة عن هذا المتحف عموما أهلا وسهلا فيكم أبونا المتحف هو حقيقي أول متحف متخصص في معدات الضيافة التي كانت تستخدم في البيوت في الأيام الماضية بصفة عامة هنا في مدن الحجاز ككل فالأشياء الموجودة هنا هذه هي الأشياء التي كانوا يستخدمونها أهل البيوت سواء في احتفالاتهم أو مناصباتهم أو حتى في أيامهم العيدية في حياتهم العيدية ففيها كثير من الأشياء مثلا أباريق الموية الدلال القهوة السماوارات الشاهي وهي حقيقي الأهم هنا لأن البيوت في جدة تاريخية زمان أو البيوت في الحجاز بصفة عامة كانت ترتكز على الأسرة واجتماعات الأسرة اليومية فكان لكل أسرة مكان يسمو الصفة أو المجلس يجلس في أهل البيت يأكلوا ويشربوا ويتقاو لازم يكون موجود في السماوار لازم أكيد في حاجة يسموها الجزة عبارة عن طاولة صغيرة كده يكون محطوط فيها السماوار فناجين الشاهي والزبدية فيها موية على أساس أنه يغسل الفناجين فيها وكل شيء يعني تتقدم الشاهي والقهوة من المكان ذاك من غير ما تقوم سيدة البيت للخدمة كل شيء كان موجود فيه على طاولة صغيرة يمكن سبعين فاربعين سنتي السماوار اللي هو يحفظ الموية الحارة طول اليوم تقريبا هو مو بس فقط يحفظها هو يسخنها أيضا أن السماوار يشتغل على الفحم فيولع الفحم في داخله فيسخن السماوار ويصير الماء حار طبعا نافع لأنه يتسوابه الشاي يعني لدرجة الغليان ما نوعها السماوار هذه النوع شوفها في النهاية السماوارات كلها نفس التكنيك والشكل الداخلي لها إنما من الخارج تختلف سواء بالأحجام أو في الأماكن اللي صنعت فيها فهي كانت معمولة فيها في العالم كله في شمال أفريقيا في أوروبا في تركيا إيران السعودية عندنا هنا طبعا والخليج ككل مصر كل العالم كان يستخدم السماوارات هذه الآن تستخدم في سعودية؟ الآن حقيقة تستخدم ولكن استبدلت بدلا ما تستخدم زمان بالفحم يعني بالجمر الآن أصبحت فيه سماوارات كهربائية فتلاقي مشبوك وطول النهار فيه موياحار أهل البيت لمن أبوه شاهي يأخذوا من عنده وقريب ما يحتاجه روح المطبخ جميل جدا هذا بالنسبة للسماوار اللي هو من أدوات الشاهي أنا شفت من أدوات القهوة دلال مكوية أتوقع أن هي الأقدم في المتحف إذا ما كنت غلطة حقيقة طبعا يعني العموم هنا يعرف الدلة العيدية اللي هي دلة الرسلان لكن الواقع الدلال مجموعة كبيرة وتختلف من منطقة لمنطقة يعني عندنا مثلا جنوب المملكة فيها الدلالة النجرانية شكلها يختلف تماما 100% عن أي دلة أخرى في الدلالة المكية في الدلالة البغدادية يعني تختلف الدلال من مكان لآخر عمرها الافتراضي تقريبا أو المتوقع الدلالة المكوية هذه تقريبا الآن معدومة يعني أعتقد أن المجموعة اللي عندنا هذه أكيد عمرها أكثر من 100 إلى 200 سنة أنها منتهية ما تلاقي زيها الآن والأباريق الأباريق طبعا أيام زمان الإباريق طبعا كان فيه إباريقين كان فيه إباريق يستخدم للوضو وفي إباريق الله يكرمك للطهارة في الحمام فأباريق الوضو كانت أباريق جميلة ومنقوشة وعليها كلمات حلوة وأيضا كانت تستخدم لصب الموها يعني حتى ممكن يستخدموها للشرب وحاجات زي كده فموجودة عندنا نحن مجموعة كبيرة من الأباريق حقيقة سواء أباريق الشرب والوضو أو أباريق الله يكرمك الحمامات طيب لوحة بتذكر قطعة من القطع الموجودة نحن الآن طبعا نبغى نختم عليها آخر الفقرة أذكر لي واحدة من أجمل القطع الموجودة عندك القطع عندنا نحن هنا اللي هي المجموعة هذه هذا طقم ضيافة كامل عبارة عن طقم قهوة عربي وطقم قهوة تركي فناجين شاهي فناجين شراب مع جكل الشاهي ودلة حقق قهوة وابريق للشاهي هذا جكل الموية وابريق للشاهي ومبخرة ولبانة وسكرية مصنوع هذا طبعا من الفضة ومزين بأحجر اللزولي لبيس والزمرد يعني يعتبر حقيقي أكثر من قطعة مجوهرات يعدك العافية أستاذ أحمد شكرا لك أكثر القطع الموجودة من أدوات الضيافة في هذا المتحف جميعها هي قطع صناعة يدوية عليها الكثير من المنقوشات الحرفية والزخرفة والنقش اليدوي وهي مميزة حتى مثلا إذا كان في قطعتين متماثلة في الحجم يكون التشكيل والزخرفة والنقش اللي عليها مختلف تماما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر